بسم الله الرحمن الرحيم هلنكمل بقى جزء المنسكة الانجريس طبعا لقيت داتا لدكتور سيد باوربوينت ربنا يا جزيه كل خير انا اسفة بصراحة عدات اللي فاتت من قدش عارف والله اللي فيه داتا ان شاء الله نتكلم دلاتي عمسكة الانجري احنا عندنا المنسكاي اصلا احنا وظيفتها نية بتمتص الصدمات بتمنع الفريكشنز بتاع البون على بعضه فتمنع ان يحصل عندك استوارسوليتس وخشونة والكلام ده احنا عندنا كم منسكاية في الني جوينت عندنا اتنين منسكاي الميديا المنسكاي واللاترال منسكاي الميديا المنسكاي دي بتكون اكبر بتكون سيميليونر وبيتكون عندك بتبقى عندها بستيريور هورن اكبر من الانتيريور هورن البستيريور هورن بتاعتها كبيرة لكنها اكبر بالضعف كده من الانتيريور هورن الانتيريور هورن بتاعتها بيكون نص البستيريور هورن وبتبقى اضهير انت اكتر للكابسول فمن الصعب ان يحصل فيها انجري على عكس بقى اللاتر المنسكوي بتبقى مدورة ومن قدام قد من وراء يونفيرم في الصيز بتاحها وبتبقى مغطية معظم التبية البلاتو يعني بيبقى تحتها دندنيس كده فاصلة عن الكابسول فما بتبقاش لزقة بشكل كويس وفيكس بشكل كويس فالانجري فيها بيكون عالية وده مصدر سؤال قالك ده انا عندي ليه بيكون عندي اللاتر المنسكوي فاقولك انها بيكون ادهرنت ليه التبية البلاتو او ليه انه كابسول تمام طيب عندنا البيولوجي بتاع المنسكوي ان احنا عندنا المنسكوي بتبقى يعني ايه يعني بتبقى عبارة عن كاردرج اللي هو الغدواريف والمتركس بتاعتها بتبقى فيها كولوجين طيب نسبة تسعين في المية عندك اللاترال منها بيكون بيبقى عنده هو بيتحرك بشكل اكبر وبيكون وبيحصل له تاني اكتر ما يحصل له كسر لان الالاستن فيه بيكون عالي قالك ان انا عندي اللاترال ده هو بيكون فيه زيادة في الالاستن ففرصة ان هو يتني على بعضه او يتلوي اكتر ما يحصل فيه قطع تمام طيب انواع المنسكوي يتير عندنا اما هيكون الانجوتيوتينل او هلوزنتل او قبليك او ريديل اول حاجة عندنا الانجوتيوتينل اللي هو بيكون موازي عندك بتاعت المنسكوي انا عندي المنسكوي بتبقى جاي على هاية دايرة كده في الانجوتيوتينل تير بيكون ايه بيكون موازي اللي اللي ل allegedly تتنفسها فبيعمل عندي الشكل ده قالك وبينسميه عندي تير بوكت هندل تير ده سميناه كده قالك عشان هو هنا القطع هو كان موازي ل الفايبرز بتاعت المنسكوي فجزء الميديل منها ده بيبدأ ان هو يدخل ويتزحزح لجوه كده فبيعمل عندي الجاب ده كلها فانت بقى كأنك كنت بيتشيق فاكن لما تجي تشيق لوقت الشنطة تعمل كده تمام بتمسك كده فاكنها ايد جردل او ايد شنطة او ايد بوك تمام فمنون عني البوك تهاندل تير ده لونجو تيودين الام ممكن يكون هورزونتل يعني عمودي على مستوى المونسقايزة نفسها كده او ممكن يكون عندك قبليك اللي هو يكون يعني موازي او عامل زاوية مع المونسقاي او ممكن يكون اللي هو واخد نص الكتر بتاع المونسقاي مش قطعها بشكل كامل تمام ده قطعها ايه قطع نص الكتر طيب الشخص ده هيجي لك عامل ازاي قالك ان هو هيجي يقول لك ان رجل اتلوت تحت تحتي وحسيت بطاقة رجل اتلوت تحتي وحسيت بطاقة تمام ويقلقي عنده حصل ان الميت كان هو من حوالين ده خلال من اتناشر لستة وتلاتين ساعة بعد الانجري. وده طبعا انا كان عندي في الانتيري الكورشيت لجيمنت بصير الكورشيت لجيمنت كان بيحصل خلال ربع ساعات من الانجري تمام? لكن هنا خلال اتناشر لستة وتلاتين ساعة بعد نص يوم لاتات يام يومين اه اليوم ونص يعني ولا حاجة فده طبعا انا بتبقى عبارة عن ايه? قالك المونسقاي كنبلين او المستكومبلين هنا هي ان يقول لك رجل بتقفش مني رجل بتقفش مني يعني ايه رجل بتقفش مني رجل بتعمل اللي هي رجبته بتعشق او بتقفش في بعضها. اللي هو تانى رجبته يجي يفردها يعضي حركة يمين وشمال على ما ان هي تتفرد. قال لك ليه? قال لك عشان مثلا خصوصا في حالة اللي هي زي ما خدناها برضو اه في الصورة اللي فاتت دي. اللي هي دي? قال لك ان هو مثلا اه لما لما جيتني رجله العظم ذات نفسه بتاع الفيمر جير اترشق في الجاب دي. تمام? فهيجي يفردها مش قادر ان هو يفردها. رجليه معشقة بعضها او افشة. تمام? يعضي حركة يمين وشمال على منجوز الميديال ده يتزحزح تاني مكانه ويخرج العنوية فتتفرد. خلاص? فمقولول عليها لوك انجيني. تمام? فالشخص ده بيبقى عنده لوك انجيني. طيب اه كمان بيبقى يحصل معي انستابلتي. انستابلتي قلنا انستابلتي ان رجله تخونه. تمام? زي ما كنا بنقول في الانتريك ورشيت لجم انت رجله بتخونه. بيبقى عنده حاجة اسمها لكن هنا بتبقى موجودة بس بتبقى في شكل اللي هو في وضع معين هيحصل معه الانستابلتي. خلاص? بعد كده عندنا بتاعنا. قالك طبعا هلاقي عندي بتاعه تندر. اتكى عليه يوجعه. ويه اه نقص فيه فيه ويه طبعا زي ما اتفقنا ان هو بيكون رجله اه يجي يتنيها على ما يجي يفردها ما يعرفش لانها قفشت في بعضها. اه ويقعد حركة يمين وشمال على ما هي تفتح. طب عايز اختبر قال لك بص هي الاصابة حصلت ازاي? قال لك الاصابة حصلت لما ركبة تلوت او ولما جي يفرد بقى هيحس بكليك. تمام? طيب انا عندي ركبة تلوت وحصل ايه? وحصل كليك. فانت عشان تختبر قلو رجله انت كمان. تمام? قلو رجله قلو رجله واسمع الكليك. بيعرف ان فيه فهنا آآ في عندي اتنين تست But辛σ او كمبريشان تست تست او ب particulier تست هيتشتغله عن طريق انهان هالوي رجله حرفيا. اللي هو مثلا المكماري هنيمه على ظهره اما هنيمه على بطنه. تمام? هنيمه ايه? هنيمه على بطنه.تمام? طيب في هنيمه على ظهره وارفع رجله وارفع رجله فليكشن تسعين درجة وعمل له يا اما إنترنائ الروتشن يا اما إكسترنال روتشن. ولو عملت internal rotation ولقيت فيه كليك حصل فيها يبقى فيه منيسكا الانجري وقدم مع الانترنال روتيشن يبدأ منيسكا الانجري طب لو انا عايدة برضو في الوضع الصباين ده بعمل وبرضو عاملة فليكشن للني تسعين درجة وعملت external rotation وسمعت الكليكة اللي حصلت بالexternal rotation يبقى ده اكيد عندي منيسكا الانجري بس هنا بقى ايه lateral منيسكا الانجري طيب بعد كده اتعمى نعمل القبليه هنا برون على بطنه وقم دايسة بقى ايه وقم دايسة على رجله على فقدة رجله كده وانا تانيا ايه وانا تانيا رجله تسعين درجة وعمل برضو فيها internal rotation وكستيرنال روتيشن سمعت الكليكة في الانترنال روتيشن يبقى اكيد ده عنده سمعت التكة في الانجري يبقى ده كان اكيد عنده تمام يبقى ده تستاتل مع المنسكا الانجري اللي هعملها طيب بعد كده عندنا المنسكا الانجري قالك ان احنا هنا يفضل ان احنا ما نعملش اكس ري لان اكس ري مش هتوضح لك اما الانفستيجيشن اوف تشويس هي مين هي الامة ار اي ده اسأل طبعا ان الامة ار اي هي في حالة اكس ري لا اقلقى مع المنسكاي اما الامة ار اي هي بتاعنا طب بتظهر عاملة ازاي قالك بتظهر كده بتبقى عاملة شبه المسلس بتبقى ايه مسلس القاعدة بتاعته البرة والايبكس بتاعته الجوه اهي يبقى ادي مسلس اهو ادي مسلس اهو تمام ده الطبيعي اللي هي بتبقى عاملة شادو اسود على هيئة مسلس ده ايه ده طبيعي لكن لو فيها انجري زي ما احنا شايفين كده هبص لها عند جوة المسلس في ايه في شادو ابيض في شادو ابيض جوة المسلس يبقى هنا في اينجري في المنزكاية طيب بدأنا ان احن نعمل بدأ ان نعمل قال لك والله لو انت لقيت جوة المسلس نقطة او دائرة يبقى ده ل bass لقيت عندك خط يبقى ده عبارة عن linear grade 2 لقيت عندك الخط بس واصل للسيرفز من بره يبقى ده عبارة عن grade 3 طب لقيت عندك اكتر من قطع في المنسكاي او في المسلس ده وواصل للسيرفز من ناحيتين يبقى ده عبارة عن grade 4 امتى هتدخل جراحي وامتى conservative conservative لو انا عندي القطع مش واصل للسيرفز من بره هتدخل جراحي لو القطع واصل من بره طيب احنا كده بقى خلصنا الجريدين تعبع ما نشوفهم على الMRI ادي هي الMRI ده النورمال بتاعنا ده النورمال بتاعنا المسلس ما فيهوش اي حاجة الجريد واحد هبصت لقي عندك فيها هتلاقي في عندك نقطة هي ده يبقى ده جلوبيرر يبقى ده جريد واحد طيب الجريد ده جام قال لك ان انا عندي هنا السيرفزات سليمة بس فيه خط في النص يبقى ده جريد ايه جريد اتنين طب هنا ده السيرفز بتاحته اتقطعت ههي خط واصل للبيز واتقطعت وصل للسيرفز يبقى ده جريد تلات فلاقي نقطة ال controllers اتنين هلاقي عندي في خط يبقى ده يبقى ده جريد اتنين لقيت عندي هنا ايه خط بس الخط ده لو واصل عندي للبيز للسيرفز هنا او واصل هنا لاي الضلع من الاطلاع على المسلس يبقى ده جريد ايه يبقى ده جريد تلاتة طيب ايه عندنا جريد اربعة هلاقي عندي هلاقي فيه اكتر من خط هوص ليسيرفز قال لقى فقط تلاتة واربعة هم دول اللي بتعامل معاهم بالارثروسكوبي. اه بتعامل معهم ايه? جراحي. بشوفهم بالمنزار. طيب ده عبارة عن جريت كام. ده واضحة جدا جدا. انها وصلة للسيرفس هيت. وخطها وصل للسيرفس. يبقى ميني بجريت تلاتة? السؤال ده كان جاي السنة اللي فاتت. طيب الامة ار اي بقى. الامة ار اي قال لك بقى لها في عندي حاجة اسمها دوبلر اه بستير الكورشيت لجا منتصاين. ايه دوبلر بستير الكورشيت لجا منتصاين ده? قال لك مع حالة البوكت هندل تير. لما البوكت هندل تير ده اللي حصل. قالك ان انا عندي المونسكاي. بدأت ان هي تتقسم ايه? تعمل عندي جاب كده وتتقسم الاتنين. تمام? فظهر لي كأن انا عندي اتنين بستير الكورشيت لجا منت. فزي ما انت شايف كده. ما يجي لك حرف دبيو في الامة ار اي بالشكل ده بالمنزر ده حرف دبيو ده هوا. يبقى ده عبارة عن دبل بستير الكورشيت لجا منتصاين. دبل بستير الكورشيت لجا منتصاين. بتظهر معي? بتظهر مع البوكت هندل من سكاي اه بوكت هندل من سكاي تير. تمام? طيب. هنا نفس النظام اهوت لقيت عندي حرف دبيو اهو. حرف دبيو اهوت. انا عندي هنا ده البوكت ساين وده اصلا البستير الكورشيت لجا منت الاساسي. تمام? فده البستير الكورشيت لجا منت الاساسي. وده هنا عبارة عن البوكت ساين. تمام? ده عبارة عن الجاب اللي حصلت في المونسكاي. وده عبارة عن بستير الكورشيت. فظهر لي في البستيريور اكني في عندي اتنين بستير كورشية لجمال فبقول عليك دبل بستير كورشية لجمال تصين تمام العلاق بتاعنا بتاع ايه قالك العلاق بيبقى في جريد واحد واثنين لان الانجري ما وصلتش للسيرفس تمام بتاع المونسكاي فبنعمل عندي علاق طبيعي عشان نرجع تاني تاني بتاع الموشن الطبيعي ونرجع نرجع المصل بتاعتنا ايه سليما زي ما كانت بعد ما كان حاصل عليها وسويلنج وضغط عليها ومش قادر يحرك رجله وحاصل فيها وستنج والكلام ده فاحنا نعملها لك طبيعي ونلبسه ضعامة اللي هي دي دي عبارة عن حزام كده ضعامة عشان يمنع حركة ايه حركة جوينت خلال فترة تماما وبعد كده يرجع بقى يستمر ايه يستمر بيعمل البروجرام بتاعه عادي ويعيش حياته طبيعي طيب انا عندي بقى الابريتف ايه امتى قالك الابريتف مع جريد تلاتة واربعة مع جريد ايه تلاتة واربعة كانت عندي الانجري ووصلة عندي للسيرفس يعني اما كانت توصل للسيرفس هنا في الضلع وسواء كانت عندي في البيز او في جريد اربعة مسلا كانت ايه كانت بسم الله الرحمة الرحمن كان يبقى عندي هنا لينير ولينير تمام اتنين لينير مسلا فكاني بقى وصل للسيرفس معنا صح فانا في الحالة دي هعملي اما هشيل دي لو هي مش وصل لها تغذية كويسة ولو خياطة مش هتلحم هشيلها انا لا تشيلها ولا يح دماغي منها لكن لو هي وصل لها تغذية كويسة ودم يعني كويس وهتلحم فانا هخياطها وخلاص وامتى اخياط بقى لك امتى خياط لو الانجري لو الانجري كانت فيه الجزء البريفري لان الجزء البريفري من المنسكواي بيوصله تغذية دموية من مي من الكابسول بيوصلوا تغذية دموية من الكابسول. فالكابسول بيوصلو دم كويس. فلو خيطته هيهيل. لكن الجزء بقى اللي في النص لو الجزء اللي في النص هو اللي حصله القطع. لأ الجزء اللي في النص لو حصله القطع مش بيوصله تغذية غير من السائل الزلالي وتبقى ضعيفة جدا فلو خيطته مش هيهيل. فانا من اللاحس ان انا ايه بشيله. تمام? طيب اا اا او ممكن انا عمل منسكاي ان انا اشيل الملسكاي دي خلص واجيب ملسكاي ايه منبرة صناعية او اخدها من اي حد وابدأ ان انا عمل لها وازرعها. تمام? او ان انا ممكن اشيل الملسكاي ايه دي كلها. وده طبعا ما بقاش يحصل عندنا توتر الملسكتومي دي اه. طيب امتى ان انا اعمل بارش يا ملسكتومي قلت لك لو انا عندي الجزء ده مش واصله ايه? مش واصله تغذية دموية كويس. اه امتى في الحالة دية قال لك لو كان القطع ده تمام? فهبدأ ان انا اجيب روعة بقى وحطها مكانه او ان انا اشيلها خالص وخلاص. تمام? قال لك يبقى عندي لو كان مسلا قطع ريديل او هرزونتل او كومبليكس يعني ايه ريديل او هرزونتل او كومبليكس يعني عندي فيه اكتر من قطع. تمام? فيه اكتر من قطع. فانا هنخيط ايه ولا ايه? فانا ادخل اشيلهم ورايح ريح دماغي. ولو كان القطع ده مسلا ده عبارة عن الهية وده عبارة عن المنسكاي وهنا القطع ده ايه? لو القطع ده كان كده فانا هبدأ اواخل نص الكتر فانا هبدأ ادخل ايه? ادخل اشيل الحتة المقطوعة دي وحط مكانها فلاب وخلاص. تمام? ونفس النظام برضو لو كان هرزونتل هبدأ ان انا اشيل الجزء اللي اتفصل ده. تمام? ونفس النظام برضو لو كان عندي المنسكاي ديت اهيت وتقطع منها جزء مدورة كده دسكويد منسكاس هبدأ ان انا برضو ادخل واشيله دسكويد منسكاس. ولو كان برضو بيقولك ان انا اصلا عندي المنسكاي اهيت بتبقى متقسمة الى تلات اجزاء. جزء جوه تمام? وجزء برا وجزء في النص. الجزء اللي في النص ده بنقول عليه ريد وايت. تمام? ريد وايت. الجزء اللي برا ده بيكون ريد. والجزء اللي جوه ده بيكون وايت. تمام? طيب. لو البريفري ده اللي حصل فيه لأ ده عادي. ده هنخيطه ونعمله لان بيحصله تغذية دموية وهو ريد. بمعنى كده ان نوصله ايه بلات سبلاي كويس. الجزء اللي برا ده البريفري ده او الوايت وايت تير ده. لو حصله انجري هنشيله. هنعمله بارشيال منسكتومي لان اصلا وانا مهما اعادت خيط فيه وعمله هو مش هيهيه لانه مش وصله تغذية. يبقى تاني ام تعمل بارشيال منسكتومي. لو كان عندي القطع بارشيال من اسمها لو كان القطع بارشيال سواء ريديال او هروزونتل او لو كان القطع ريديال وهروزونتل وكمبليكس او لو مش وصلت تغذية زي او ديسكويد منسكاي قطع ايه قطع ديرية. طب امت بقى ممنوع ان انا اعمل اه ممنوع ان انا اعمل الانجري. قال لك ممنوع ان تعمل قصدي في حالة لو واحد عنده اوستيو ارثوريتس لو في عندك اصلا اكتر من تير اا اكتر من تير فانت في الحالة دي هتخش تخيط ايه ولا ايه? تمام? فانده مش هتخش خالص. تمام? في حالة في حالة اوستيو ارثوريتس لو واحد عنده اصلا بتاعه بيكون ضعيف وهاش فانت مجرد بس ما تفتح بالمشرك كده هتبقى وضعه بتاعه وتقطع بتاعته فما تخشش اصلا مدام حالة الشخص ده مش هتسمح وفي حالة لو في عندك امتير كوروشيات لجي منت مسلا فانت هتستاني حالة اواربع اسابيع على ملقي دي ما تخفه وبعدك هتخش تعمل العمليتين مع بعض. تمام? طيب طيب بيقولك امت اصلا اعمل المنسكي الربير? قالك لو واحد عنده القطع اكتر من واحد سنتي واقل من اربع سنتي في الطول هتخش تعمله. لو كان في الريد زون لو كان في الريد زون هتبدأ ان انت هتعمل ريبير. بيقولك امت اعمل ريبير? امت اعمل ريبير? يعني هصلح. امت هدخل اخيط? قالك لو القطع ده كان اكتر من واحد سنتي واقل من اربع سنتي. مدام اقل من اربع سنتي في الطول خش خيطه. لو كان في الريد زون ووصله تغذية كويسة خش خيطه وهيلحم ان شاء الله وهيهيل وهيبقى كويس. لو كان ان咱نا اقول ان احنا احنا قلنا في ال уيتام هتعمل ايه هي لو بتعمل عندك معي سكتومي لو ما فيش عندك اجزز. اا هيت. تمام لو ما فيش عندك اه اللي هو ايه? لو مسلا في عندك خط كده في خط في خطككده بشكل اجزيل فيه الخط بشكل اجزيل اللي هو كومبليكس يعني هوا كومبليكس كده هوا هيمنع عندي بتاع بتاع المينسكاية على بعضها كده اه لو ما فيش عندك الخط ده بشكل هروزونتل او 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 عامل كده هيقطع المينسكاية وهيفرقها مسلا الى حتتين ده عادي هندخل نعمل لكن لو فيه عندك خط بشكل كده وهيقطعها ويفرقها فانت من الاحسن انك ايه انك تعمل بERSIAN المينساكتومي طيب في حالة برضه الكون كرشية لجمćぇنت الركونستركشن قالك اه قالك لو انت عندك انتيري كرشية لجمعنت انجري تمام ويمعاها مينسفقية انجري فانت هتدخل بقى اتصلح ايه تصلح الاتنين مع بعض انت هتدخل تصلح الاتنين مع بعض وتعمل للاتنين ايه للاتنين مع بعض وما تستناش بقى تقول لها ده هدخل وعمل المينسكاية الأول وبعد كده هدخل اعمل بعدها بعدها بتاعت 4 عемонات ادخل اعمل الانتير كورشيت لاجمال. لا ادخل اعمل الاتنين مع بعض وصلح الاتنين. تمام? طيب. بعد كده ده بجايب لك صورة المينسكا اللي بيرهوت. ازاي بالطريقة الخياطة بتاعت الايه? المينسكاي. احنا كده خلصنا. اتمنى اكون مستفدتم.